خير داخل علينا لا هود ولا هدأ هذي بيت خميس البطران اسمه خميس البطران وقولي الله يرحمه الله يرحمه انت من شغالة ها دخلت بدون استئذان وسكت نالش لكن ترى اذا بتقلطي ما تلومي لنفسش واي واي صوتك مزعج عال من انتاي انت اللي من ومو باقية انا مير تقدرين تناديني ميمي وياي ااخذ نصيبي من ورث ابوي خميس البطران الله يرحمه هلا والله هينك يا قموع تعال شوف واستانس استانست الحين يا عبداللطيف ابردت الحرة اللي في قلبك اتشوف اللي صرنا سبيل ومالنا سايب كل من هب ودهب يانا وقال انا اخوكم او اخدكم وبشرتكم في الورث لو سمحت انا ماسمح لك تشكك في اصلي انا بنت عائلة محترمة وارف نفسي زين ايه لا واضح ما يحتاج تقولين والدليل انه ياتينا وقطي تروحك علينا ما التحجين يا شاهينة ما تقولين شيء ولا انت عاجبتش الواضح اكيد عاجبتش حقب ما لحبت بيزاتي اش لمو عاجبتش يا عبداللطيف مو انت محامي العيلة ووكيل الورثح شوف النحل هدئو يا جماعة ارجوكم هدئو ترى السارفة بسيطة اذا قدرت تقدم الاوراق والاثباتات على انهي بنت المرحوم خميس مبارك البطران فهذه راح يكون من حقها انا اوراقي جاهزة وموثقة بعد عفوان في شي ضحك ميرامية اسمتش ميرامية مسمي عمرش مي وميمي وطلعتي في الاخير ميرامية لو سمحتو اعلط نازا اصلا في الوراق اسمي ميرامية لكن اسمي الشهرة ميمي اسكتي لا فورش في ماي حار واشي ربش على الريق صراحة عجباتني اول مرة سمعشتنا كتير ها ما شفت شي بعدك حضرة المحامي انا ياخد نصيب من الورث ومعليش انه تهزئ انتي بتمن هنا الي من تأكد من صحة الاوراق والمعلومات وبعدها بنضمك الى قائمة الورثة مشكور مستر عبداللطيف انت صراحة جنتلمان العفو هذه واجبنا انا استأذن